السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا نتابع حديثنا الشيخ مع الأستاذة هدى حنى وهذا هو الجزء السابس من هذه المقابلة طيب بدأ سأل ست هدى صار أنتكوا علم بالمخاطط الصهيوني صار أنتكوا علم بالمخاطط الصهيوني القاضي بإخراجكم من فلسطين علم نعم طبعا لا علم ما صار عندنا عندنا أنه كانوا الإنجليز يدخل اليهود على بلادنا نعم وقامت مظاهرات وقامت ثورات من أجل توقيت الهجرة اليهودية يعني ضد الإنجليز ضد الإنجليز كانوا ثورات لا أنا قدم حج الآن أنه كان في هناك مخطط صهيوني لإخراجكم من فلسطين حضرتك حدثتي وإنت في طبريا بعض حدثتي وإنت في طبريا أنه كان في عندك شعور والدك كان عنده هذا الشعور أو هذا الإحساس بأنه اليهود والإنجليز بمشاهدة الإنجليز يحتلون فلسطين وأنت بعد ما حكيت قصيدتك حياتي فلسطين العربية أي يعني هذا يمكن أن يكون حدث وإحساس لكن هل صار في عندكم شعور مادي بأنه اليهود يستعدوا لإحتلال الرامة وأضرتكم من الرامة طبعاً عندنا إحساس بالرامة لأنه عمله شيء غير بلدان مثل يعني في طلسطين من قبلنا وعمله أشياء كتيرة نعم فالرامة كمان طيب يعني صار في أحاديث عبر الإباعات عبر السحط عبر المنظمات عبر الأحزاب عبر المثقفين إطلاقاً ما كان في أي إعلام عربي عما حدث في فلسطين ما كان حدا يعني وعي الناس للخطر الصهيوني القادم والدك ما لك أي دور في توضيح يعني المخطات الصهيونية إذا كان عنده أي معلومات؟ الصراحة لا أدني ولا غيره كانوا متصورين أنه أنه يصير دولي صحيحي نعم قلت له لأنه فيه يهود كان كانت تسمى شو كان يسمى اليهودية؟ الصراحة؟ أشمكة؟ أشكنات؟ لا لما كانوا يجوا اليهود في أيام الإنجليز يدخلوهم كانوا فقطوهم بأماركة يسكنوهم كيبوثيات؟ مستعمرات؟ نعم مستعمرات نعم مستعمرات كانوا يعدولاً أما كانوا يسموهم مستعمرات في السنة قبل المستعمرات كوبانية؟ نعم كيبوث؟ كمان لا ممكن أذكرها بعضين بس مستعمرات صارت بعضين معسكرات ناهرة؟ لا هي مستعمرات؟ مستعمرات مو مشكلة ما كان في شعور أن هؤلاء ممكن يحققوا أو يعملوا دولة؟ إن الشعور هي ثورات اللي قامت هي ضد هالمستعمرات وضد دخول اليهود على فلسطين يعني اللي موجودين موجودين بس أنه صار فيه هجرة كبيرة من الإنجيز فاتحين من النقوة ودخلوا أعداد لا تخصى قرار التقسيم سامع قرار التقسيم؟ تقسيم فلسطين نعم لا غير حج هذا غير الحل المرحل ما تقسمت فلسطين إلا وقت ياسر عروضة يعني إيشوا الصهايني وإيشوا هاي موجودين ولكن ما كان من الدولة ما كانت اسمه الدولة طيب حج هذا الكلام بالسبع العربين قبل العربات بكثير شو صار بالسبع العربين قرروا فيه كتاب اسمه الكتاب الأبيض ورطب من العرب واليهود أيضا قرار التقسيم هذا قرار هيئة الأمم المتحدة نفس الأمن قرار يعني ما كانوا مقاربين ما أقربون لا ما تنفذ أي ما تنفذ هذا نعم أنا هذا بقصود أنه ما صار تقسيم نعم قرار التقسيم كيف كان رد فعل الناس عليه يعني الأمم المتحدة أو برس الأمن قرر تقسيم فلسطين دولة عبرية ودولة عربية الكونت برنادو الدولة دولة الكونت برنادو السام عطلي نعم ما صغير نعم صحيح الكونت برنادو السام عطلي هذا وسيط دولة نعم الحقيقة أنه قبل التقسيم التعلي كان في السمع أنه ممكن أن تتقسم الفلسطيني ولكن الفلسطينيين أنفسهم كانوا ينتظروا عدم التقسيم لأنه هم اللي يأخذوا البلاد كلها وهم يقوموا بالفكومة هذا اللي يوجد أن يكونوا مستقلين فلسطين كامل نعم طيب المعرب القرية قبل احتلالها أو قبل طرد جزء من سكانها يعني ببداية 48 بنهاية 47 قررهم يتسلحوا قررهم يتزودوا بالسلاح نتيجة أخوفهم من الهجوم الصهيوني نعم حسنا حينها هل قربت شيئا؟ هل قربت إنهم حدًا؟ نعم نعم هل قربت 8 بنهاية؟ نعم فوقتاً أخي راح على لبنان وصار يشتري أبل ما يوصل أخي نفول يشتري الأسلحة وأنا بأعطيه المصاري ويوزع تبسير على أخي الرعاة نعم مين وفرت المال يا عروب؟ أنت شكلت جمعية؟ أنا شكلت جمعية لما كان لدينا زيتون كان لدينا مصاري نعم كان أبي لما راح على العسكرية أبي لها كان المعلم كان بالمصاري هاي الليرات العسمرية كان عنده جرة ملاني لفوق من العسمرية ففي كان المصاري يعني مش كان الفلوش التي كنت تعطيها لنيكولا مش فلوش كل خاصة ايه بس هاي المصاري تعطيت لغير ناط من أمه لا أبي لغير ناط نعم لكن المصاري أنه أنا شغلة طيب ولك نعم يعني أنا ما كنت أصرف كل راتبي وأبي مددج تانوي كمان عنده راتبي يعني وضعنا كان ميت جيد والزيتون يدر علينا داخل كبير داخل كبير داخل كبير ايه اللي بسفر ولا اللي ب اللي ب برامي بأنني أنا عملت جمعية بسفر شو كان الهدف من جمعية الصفر جمعية صفر اشتركت فيها كمان زوجة الفاه المقامة بفاع مجلوب الصفر كانت جمعية فيها ومحاضرات بفاع مجلوب الصفر تشير للناس بلهم من يشفركم بمساعدة بالتوار بشكل ما ببتر وغري بلهم بلهم حاضرات مجمعينة بلهم بفاع الانجليز بفاع الصغاينة بلهم يصيروا دمك تولي بلهم بلهم في دخول اليهود على فلسطين وحاضرهم كل يوم وتشبشي علم انه بيني كمان اشعرون بين الناس في انسوا عليهم باني اولا الصغاية اني ممكن يخافشين ويقاتل ويمكن اي شيء وانا لما سمعت انكم كانت تصير دولة هي دعاة الجنة عنهم كانت تروح بين اي ناس اي شيء بقدر عليه كنت ادمو فيها الجمعية والجمعية قلت انا مغرغ المغطرة ومغطنها مساعدة الله فهنا نبعثهم بالاكل من اشياء اللي في الزمن ويكون قادم انا مخاصرات ويسميها صديقة ما يحضروا 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 اللي عم يجيشوا خوفا عام معا ماء نعم نعم من تخية المستقبل وماء كما ماء قامت ساعر بالوام بسقط بسقط أنا أتفكر في القتال أكثر من دين عدد الصيطر أنه ممكن حارج القاتل طيب الجمعية الأخرى جمعية الرامي جمعية الرامي كمان لأنني قدرت أمامك قدرت أمامك يعني ينفعه للأصعاب أكثر من المغيرة بالرامي الذاتي وهي آخر شيء يعني، لا أكثر من المغيرة أمامك امامك آخر خلف reassurance أمامك هم أمامك أحب أمامك الشراء امامك في طريقة المساعد الصراحة اللي بعثتنا عشرين لكني جاء اللي بعثتهم عشرين ثانيين يعني كانوا يحبين أنهم تعلمون بساعد أنا أتدع ممكن يعني يوثر الثور له أو ممكن من الغريف ممكن فكمن هؤلاء المساعد إذا تفعروني إذا تفعروني أتمع الأسف ما صار إلى أخي إلى أخي مشارع مشارع ضغاف لك هؤلاء صار وقت ما إجرى الجيش الضوء بوقت ما إجرى الجيش الضوء نعم وقف على طريق من سنة على الرغم طيب هذي يعني لما أخوكي نقضى ذهب بشراء السلاح من لبنان تذكري عن مين راح على الزنا في أشخاص محددين في أقارب في أصدقاء يعني تعرفناك على المختار مختار مين؟ المختار تلتج باب تلتج باب مو بجنة نعم تعرف عليه وأعد عنده وقاله أنه أنا بدي أشبهها أشتريها باب مستكتين مين راح نعم ويساعد إنه يشتري الأسلحة ويساعد 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 فبكري اسم المختار نعم تمام كان في تجار أسلحة يجول عنكم؟ كان في تجار أسلحة؟ لا طيب أبناء القرية نفسهم أبناء القرية نفسهم ما فكروا يتسلحوا؟ مين؟ فتروا مسلحيين؟ هو إتجابوا للأهالي جابوا للأهالي أيضاً ما فكر حدا يساهم في شراء سلاح يعني بشكل خاص؟ شخصياً معظم ولكن لما أثم ذنب يعني حاولوا ومعطوح ثماناً وشي يعني يعني ثلاثاً كم قطعة سلاح توفر في القرية؟ تقريباً عشرين مندقية مثلا؟ أنا في عشرين مندقية مثلا؟ أنا في عشرين مندقية مثلا؟ طيب تم تشكيل لجنة للدفاع عن القرية من يعني هالناس اللي؟ أنا ما بدأت عنها بسرعة طيب تتذكر شو أنواع الأسلحة اللي تمشي رائها؟ في كل هؤلاء ضيادة ما نعلم؟ ما نعلم؟ ما بعد السلاح تتذكر يبدو؟ أنا سلاحي الكتابة والكلام والبكاء والبكاء؟ المكاء بشدة والصراخ والصراخ لا، الصراخ ما فيه ما بتصرخين؟ مرة ما أخذي وقتها بصراخي نعم طيب صراخت الليسان فلسطين؟ نعم طيب أم يعرب كان فيه حدا مسؤول عن تنظيم الدفاع عن القرية؟ ولا كان الناس يعني كل واحد ماتن؟ أنا حضرتك عم تسألني أسئلة لا دخل لي فيها؟ ولا أعلم طيب أنا ما بعرف بني بتعرفي أو ما بتعرفي لازم أسألك كيف الدعوة؟ أنا لازم أسأل أنا لازم أسأل لأني ما بعرف شو أنه عندك إجابة أو لا فإذا عندك إجابة أهل وسهل لا، ما بقدر طيب حسب معلوماتك أو من أخوك في نقولة مثلا كان فيه خطر الدفاع ولا الناس كل واحد يعني من كيفه؟ لا، ما بقدر طيب أجوك ثوار من خارج القرية ثوار؟ وليس جنود؟ هذول الشو اسمه؟ الجيش الإنقاف هم الواحدين اللي أجوكوا على الراما؟ ايه؟ مو بيوت حدا، على الطريق بالعرامة مثلا؟ ومن اللي يجو يناموا يجو يشتغلي طيب، ما استخدموش المدرسة؟ طيب، أنا دعيتهم على المدرسة، على ذاكة المدرسة، وقدمت لهم، ربما يكون غدا، موسيق يعني أنا، اللي أنا بتذكروا أنه قدمت لهم شراب، عصيب، عصيب، وشكرتهم على مجيئهم، قلت لك كان فيهم مدنيين، ومنهم أشخاص تعرفت عليهم هنا، اللي همين، أستاذ ميشيل عطلاء، وأحبط، وأكرم، وقعاني، واحد من بيت الزهور، وآخرين من مجوز، ما أعرفهم عن بلدان كاملة، هذول كاملة سورية هل سكنوا في القرية؟ لا، لا، كلهم على الشارق ضميج حتى ميشيل عطلاء، و... كلهم كلهم، كلهم مفاق، كلهم مفاق، طيب، وين كانوا يناموا في العرب؟ ما ناموا، ايه، بالعرب، ما فاتوا عبيد حدا عينيه طيب، كنتوا قدروا لهم الطعام، الأكل والسروب، من القرية نعم، من الأهالي، نعم طيب، طيب، أنا بظل إنهم ما ناموا، ما ناموا، من نفس اليوم على غادروا؟ لا، ولا غادروا، ما ناموا، لأنه هن جايين بيقاتل، مو يناموا، لابد من الوقت للراحة، سمع قولي أن أيام ما نناموا، إنه، في جوزه هن قاعدين يشفو بي، أنا مؤكدة إنه هن ما ناموا، أنا تصوري، وإنه اللي جايي القاتل، نحمد الله، نحمد الله، إنه قوتي مش قائد عشكري، وإلا كل ما نومتش الجماعة، نعم، فلما بدأ القتال، أنا أول شي، طيب، قبل أن نصل، بسهل القتال، نعم، 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 مي كان قائد عشكري مندود في الرحمة، من الجيش الإنقاط؟ من الجيش الإنقاط؟ كان يعني، موقعه فرعن، نعم، يبقى وقت شكل. وقت شكل، لقد نعم، لا دي بش شكله؟ لا، بعدين، تحقيد، دي بش شكل، القاوبزي هو صاحب الرأي الأولى طيب يا أمّا يعرض وصل المقاسل للأصف مين هو؟ بعدين يعني بعد التصوير طيب وصل القرية جنود نظاميين عسكر يعني غير الجيش الإنقاف جنود عرب وصلكم؟ لا أردنيين أو لا لا طيب قريتك و قريت الراما كانوا يفزعوا إلى قرية أخرى صار عليهم هجومة؟ كمان لا كانوا يفزعون على كل حال على نفسهم طيب في حدث يجعلت يا أمّا يعرض؟ لا كمان كل قرية اهتمت جدا طيب قبل أن تخرجوا من القرية استقبلت لاجئين من قرية أخرى؟ كانوا اللاجئين دائما يمروا من عندنا نعم وأنا اللي أستقبل وكنت أخليهم يستاعوا عندي وأنا اللي أقول للناس الذين يفتحوا هني جايين بكونوا يطلعوا من هذا لأنه شعرين أنه في استمرار يعني أنه ممكن أهدافهم يصيروا لاجئين كما فما بدهم يقيموا هناك هناك استراحة كم يوم كانت الاستراحة تكون؟ يقعدوا شوي يوم؟ 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 لا لا ساعات؟ ما ينقوم ساعات؟ هم؟ من أي كرة كان يجيبوا لاجئين؟ بصراحة أنا ما بقدر أقول لكم مين لأنه دائما مجموعة ورع مجموعة ورع مجموعة كيف كان أحوالهم وما ماشيهم؟ أنه ماشيهم حالتهم بتبكي لأنه ما معهم أي شيء غير اللي لاكسينهم كانوا في البيت لأنه بلحيثهم بدون شيء بدون أي شيء تتصور نعم غير أنه إذا ما كانت تلاكسة شحاطة بالبيت تطلع حاجة طيب أم نعرف في القرية الرامو بنيتوا استحكمات؟ حفرتوا استحكمات؟ أو عملتوا استحكمات؟ سكنات؟ استحكمات؟ حفر خنادر؟ لا لا أبدا ولا عملتوا مناوبة ليلية كان الشباجي ناوب في الليل؟ والله إحنا يمكن اعتمدوا عندهم الجيش الانقاذ موجود طيب غادل أحد من القرية لأن قابل هذه التواريخ خوفنا على الحياة خوفنا على الحياة؟ لا قبل هذا التاريخ ما غادل حبام وبعد هذا التاريخ قليلين جدا 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 من غادل طيب أم نعرف بكثة سأسج منه نعم رح نتحدث عن هذا المهم حبثك ذكرت دير ياسين وعي لبون ومجازل أخرى صارت في فلسطين شو سمعت عن أي مجازل؟ عن دير ياسين؟ أنا اللي أكثر شي بعرفه عن دير ياسين وعن عي لبون بعرف بالتفصيل أما في غيره صباح طيب تحدثينا عن عي لبون؟ أما في غيره صدنا؟ اوه؟ شو سمعت العي لبين أبينอخنة؟ أيد مش spécial لبون بعرف جدا 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 بالتفصيل While the moment of the бой عدد من الشباب فوار فاحتياط خلوا الشباب تطلع من القلب بعد ما اجتوا عندنا ما اجوا الصغارين لكن تقديرا لان دخلوا غير بلاد الصغارينة وتبحوا وقتلوا وكذا فاهمي قالوا الأليون انوا في الشباب تطلعوا فاطلعوا خارج عيدا مور لما اجوا الصغارين لعيدا مور دخلوا كان الشباب مغادرين للقرية نعم الشباب مغادروا القرية نعم فقاموا طلبوا من الأهادي انوا يطلعوا من البيوت طلعوا هالناس يطلعوا يا أولاد الزغار يا نساء عجزة والرجال عجزة ما لا يوجد عندكم شباب أكيد هالعجزة أكيد جاءوا من الأول الشباب إذا شبابكم خارج البلد يفعلوا تجيبونهم لأنه نحنا ما رفع عندكم نفس رحبا لنقلوا اكتفينا باللي صاروا واللي صارت المدن تستقبلنا بدون قتل يعني يسلموا بدون قتل وأنتوا هكذا هالهم دخلنا بدون قتل فإبعتوا يجيبون الشباب يعني يرجعوا لأشغالي قاموا طيبة الألهم ينسفيني شوية ألهم طيبة قاموا بعتوا جاءوا ألهم يوصلوا للشباب وحطوهم على الجدران مربطين وبشرين من مربطين وطاقوا الأول وطاقوا لنسفة السابت وكانوا يلتتكوا بعدين إذا شخص مطالعين الأهالي أقاموا الأهالي يلأتكوا وإنما أنتم منافقين أنتم كذبين صاروا الصيف وعنين كان كل واحد صرر كان بالحرب في ماما الحراس وماما العروض بصدره والحرب قتل أعطوا مع الصغارين وعلمين لما خلصوا سكر الحراس أعطوا مع الصغارين وأنا عندي قصة عن الشخص ولد صغير كان موجود يتخبي سكر البيت في في يعني البيت تدخله بحثة يعني تدخل من الشارع على البيت يعني في الداخل كان في درجة وضعوا لي على الجنة فالصباينة وقتاً ما اكتفوا في قاتل الشباب دخلوا على البيوت يخدشوا الممكن يكونوا حظاً يخدشوا فصاري يفوتوا على البيوت يخدشوا، يخربوا، يفتحوا حظاً يرموا الأواعي من هنا يرموا هدوات الطبخ من جهة كله تخريب في هالي بيوت تخريب وأخيراً يجب أن تفتحوا على هذا الولاد اللي بقولك عنه طرح ويشوف شو ما قم بيعمل صغير خلّ أخواتهم ولو لا شوفوا في الغرسي اللي تحت مخبايين وورا الفراش أعطب الفراش وبدامهم وورا الفراش لأنه لا أحبق هذا، لأنه هناك فراش فيه لأنه طلع قدامي الباب شافهم شو عم بيقوته عظيم فلما أرّب المناخمه، نس نس هي كفيته وغرب هربوا وقلق وقلقوا وماسك أخي قطلق أخ وقلق، ماسكهم هم اثنين ورايح فيهم، يركوا أخوة سبعهم بجرد وصل لشجر الزيتون وعي لهم ميش يرجع أخوة مسافة كبيرة، نأخذ واحد فيها يرتاح شوية ويكمل وقدر أنه راح يدحوه، راح يجوه يعني سبعيني ولكن لقاهم يتدشونهم، قال لا يخبصوا هذا الشيء لأنه فعلاً لا يخبصوا، دخلوا الكنيسة، فيه كنيسة تول وقدروا يشعروا نفسي، وقدروا يتدخلوا الكنيسة ويوجدوا الكنيسة هؤلاء أصبار كبيرة، أخرى فقدروا يجعروا يمشيخ ونام تحت الشجرة وشعر انه فيها مانع مقابل لسه بعيدة يعني لهم نام لما نام ما عاد شافت أخوه اخته ففكرهم ونكملوا من الخلط لأنه هو منحرف عن الخلط لعندي الزيتون نام في الزيتون فهن يكملوا الطريق ورق الناس يعني فيه ناس تماما تلك مردين بالغاوين يكملوا ففكروا أنه يكونوا بما نام فيه شخص يجا يطلوا على الزيتون شافوا جثة لأن الصهاي لما وصلوا شافوا نام فيه نام فيه طيبوا اهتملوا هو مو صغير صغير ممكن كان موزه شاسين بسهتملوا 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 لأنه نام وصلوا لبيتنا لأنه بيتنا أول بيت طاعت العين السورة يعني لما بدأت تطفل على الغابة بيكونوا نحنا أول بيت فدأ عقاب ومفتحت الأمين هذا الزون كم 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 ما عارف ما ولدي عارف من جيد هذا الزون كم نام نيمة الزون كم لحاولة لنبشة هذا بمن ثان هذا الزون كم فبكي هذا الزون كم نيمة مع ورعه ابن الشوثين فاعلة الغرفة اللي قاعدن الغرفة اللي فيها مفتت مفتت ورعه مفتت مفتت فاعلة فاعلة تطفت في هذه الغرفة لأنه مفتت حضارة فاعلة على حفة نام على قرشة وهو سمودي وانا ناق عليها فاعلة فاعلة وراعه وكتب عليها شفوة للإنة والإنة والإنة ويأتدر أنه الوراث أبنى من فيه لأنه يفتش على أخوه وفتوه وأنه في المستقبل يريد أن يرجع للراهن لعن الأنمي ويسكيل أسطل في صراح الأنمي فلأ بعدين بكمن في الصور لأنه بعدين بتيت طيب شو اسمه هذا الشخص أم يعرب هذا لازم أعرف اسمه لأنه يكاثر عنه طيب راح تحدث عنه إن شاء الله طيب أم يعرب هذه مزة عيلة بون أنتو سمعت فيها من مين؟ من مين سمعت فيها؟ سمعت من الناس؟ من الناس هربوا من الناس وشايفين سمعت فيها في الأخضار؟ طيب طيب دير ياسين أيضاً شو سمعتوا عن دير ياسين؟ دير ياسين؟ دير ياسين؟ أنا كات في قصة عن واحدة قصة حقيقية اسمه زينب مكتوبة لكتاب صوتي لا 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 يريد أن أمتفق بكتاب طيب حكينا عندي كتاب نعم دير ياسين في قصة من قصة عن زينب زينب هي من دير ياسين كانت مستأجرة غطة ناين بالكتس أنا لما علمت علمت مرة بالكتس أولاً علمت الكتس بس خير بس خير بس خير بس خير بس خير بس المرة اللي أشيدة وقت دير ياسين كنت بحارة بالكتس اسمني مصرارة 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 نعم حي هذا الحي في ناس مصرارة نعم كان أخي جورج مصرارة مصرارة وقت أنا جاي أزور أخي فصارت مصرارة دير ياسين دير ياسين هاي أبل أبل الصغائل المتاخده بس خير أبل دير ياسين أبل هالي تمانيه لا في تسعة أربعة ثمانيه أربية آه وقت نعم من أطول أطول ما تحصل تسعة أربعة ثمانيه أربعين تسعة أربعة ثمانيه أربعين ما كان تسعة أربعين تسعة أربعين في لحظة الاحتلال في فترة تنفيذ الاحتلال في فترة تنفيذ الاحتلال هو ثمانيه أربعين ثمانيه أربعين بعد خمسة عشر أيار خمسة عشر أيار جلل المستعمل البريطاني ويعني بلشت واعترف بالصهاين الدقيعة عظيم اعترف نعم هذا الاعتراف بالاختلاف لأنه معترف فيه فإجرى ياسر عرفات وقعد بأسلو نعم وقتانيه كان رابين شميل شميل في مدريب شميل بعدين رابين نعم رابين مع في أسلو رابين نعم بأسلو لا نشبه عن تلاك التاريخ نعم شغلين بال بدنا عن زينة انت انت اعترف ياسر عرفات بثلاثة تسعين ثلاثة تسعين نعم قص بثلاثة تسعين أخبر كتئ بدنا نحكي عن دير ياسين دير ياسين وعن زينة نعم فقعدت اجت زينة من دير ياسين هي من دير ياسين اجت معك وين اجت معك؟ نعم مرحب تسعين مرحب تسعين سعين دير ياسين ماش بس ادق بدقة انت دائما صادقة ان شان الله شو اخبطن مني هوا ماش مشكلة شو تتذكري انت عن موضوع زينا وتفضل اشوف لانه الشوفي غير طيب راح نشوف و راح نحكي في موضوع زينا راح نحكي راح نتكمل في موضوع زينا يعني راح عطيتي فرصة تحكي عن زينا او عن قصة زينب هي قصة زينب موجودة فيها وفضل ان احكي من القصة لان ما اقولك وضع هاي نسيتها طيب فهي مكتوبة بدي اشترك عن تأثيرات تأثير عي لابون كمجزرة كمذبحة للصهاينة لأهلنا من قبل الصهاينة ودير ياسين ايضا اللي سمحت عنها قبلها بير ياسين ابو العربي عظيم لما انتوا في قرية الرامة سمعتوا عن هذه المجازر شو كان تأثيرها على ابناء قرية الرامة منها حسب وحساب منها بده يجيون الظهر نفس الشي ساعر في خوف في رعب في ذهر تسألن تسألن لأن الضعف والخوف يبدوا على وجوه الناس ويبدوا أن يطلعوا لبرك وبينه فوفا هذا ما حصل لك أنا أبغى طيب عظيم قلنا يجي الدورة أو أستاذها وأهل الرامي شوية شجعان بس يعني هم لما يكونوا عزل وعندهم أطفالهم وعندهم نسائهم وبناتهم لا شكل رعب يعني مسألة طبيعية للإنسان يعني مين لنا ما بالتعارفة حتى الشجاع بستعارفة طيب حضرتك وين كنتي لما صار هجوم على القرية لما صار هجوم على القرية وين كنتي؟ على أي قرية الرامي لما صار هجوم على القرية وين كنتي؟ لأن القرية وين كنتي؟ لأن القرية وين كنتي لأن القرية وين كنتي؟ السلام عليك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شماك الغزاج شماك الغزاج رحو وراحق خارج طيب بديك لأسؤال ثاني معلش بسدتنا حاضرتك تحدثتي عن أن الصهاينة أو العصرات طيب دخلوا على القرية وأجبروا الشباء في عينبونها؟ بحكي بصفق بالرام آه بالرامي هنا بما فيهم الحجوز أنت كنتي موجودة في هذا الوقت؟ أولا كنتي طالة خارجا من القرية؟ أنا أخي حكالي لما قد أخذتها أنا معناتي بمتبلغ طيب تحكي عن هذا الهجوم حسب ما حكالك يا أخوكي؟ أخوكي لقولها أو جورج بحكالك؟ جورج هو اللي حكالي لما قطوهم الأول جدران بدون يقتلوهم بعدين ما صار قتل صار أسر أخذوا الشباب أسرواهم نعم وقسم منهم وقفوهم وأخي جور كان منهم وقفوهم على رجل وحده وحملوهم على رأسهم قفة يسموهم قفة ملانة هجار على رأسهم وإجباري لازم يوقفوا على إجر وحده ويتطلعوا بعين الشاس ويقفوا على رأسهم وأخي كان واحد منهم من اللي تعذبوا بهذه جورج أبو يوسف أبو يوسف بهذا وخبوه فالي حكالي ماذا حدث مطلعوا كنا سرنا طالعين ويكملوا بشعرت ولكن هذا أطلع سنة 20 لما طارنا نحن فهنا فهاني صار قتل فأنا مجورج لما طلع حكالي ماذا حدث أنا ما شكتك أنا كنت طاقة ما حدرتك عن هذا الهجوم؟ هجوم أعداد كبيرة من الصحايا أنا لقيتها أنا لما طلعت أمي هي اللي شجعتني على الظلج ما سبقت؟ قلت لها لست أنا التي تغرب يا أمي شكرا فهي حكتني بالعامة لكي بلاشطارة 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 لأن الصهايل كان يدخلوا على الديوت وإذا فيهم صدايا كان يفتكل فيهم يقتلوهم يعملوهم يعني يعذبوهم كان أنا ما قدرت الكلام قلت كان فيه تعديد بمسكول التحقيق حكيت أنه عن البنات أنه كانوا يعذبوهم وكانوا أسمع أصوات البنات ويسرقوا وبعدين يروح الصوت معناته كانوا موجودة ما حكيت أنه كانوا يعملوا أشياء كنت تعديدا لأنه تعرف لي ما بحث أحد الشيء نعم فتقتل حدا من أبناء قيلة الراما أبناء هذا الججور اللي صار إلى اللحظة ربما إذا نقتل فتكون حضرت حضرت أنا لبعثه أنا خرجت من الراما لما قالت أني بدأت بالخروج قالت الأفضل أنك تفرجي لأنه إذا فقيت هنا موتك محتوم لأنه مثل البنات اللي قتلوا من قبل التعفي يعني التعديد البيان عنه فأنت موتك محتوم والأفضل أنك تفرجي من أجل فلسطين للتابعي نضالك في الخارج إنه بالدافل ما راح أتا أعمل شيء وقت اللي صار في قتل وهم فبالتابعي نضالك في الخارج من أجل فلسطين عمي فأنا قتلت بالكرسي فلعث علي لأنه في حاجز شو الحاجز هذا؟ سن السيارة نعم طيب لما أنت خرجت كانوا اليهود بقرب من القرية مثلا؟ قالتلي دخلوا القرية قالتلي الأول وهي تقول لي وأنا مش أبي أطلع قالتلي صاروا في أطراف القرية بعد شوي قالتلي اطلعي بسرعة دخلوا القرية طيب وين كان والدك بهذا الوقت؟ أبي كان موجود بالرامج ولكن أبي طيب 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 أخوانك سوهيل و... سوهيل في العراق كان في العراق؟ طيب 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 هزموا عندما هزموا هزموا عندما راحوا وصلوا مني لعند قلع ال Veg От قلعة الجزئين يمكن اريدها على عبكة ما ادروا للقلعة القلعة فيها صهاية يعني انا قصدي انه اخوكي كان في الختال كان مع الجيش مع الجيش انقال وراح معهم على القلعة فلما يأوصوا يأوصوا على القلعة ما استفادوا لانه واص ما في مدافع ما في شيء يهد القلعة وهم متخذين ضمن القلعة صايمة عظيمة فقاموا ورجعوا جيش انقال مين ضد؟ ضد من قوله ما اذا يرشب ويهزم وتخذى ورا السقوق فيه كمان هنا فيه سقوق تخذى ورا السقوق فلما ما عادوا سمعوا القواس من البورين طبع واحد يكتشف فقاموا رأسا شاطر في الصير خوصوا وقعوا يعني صالوا ووقعوا ووقعوا قلعة لما بالداخل استنوا ما رجع وسمعوا طلعوا لقوا طلعوا على جنب وانه ما يشوفون لما ما شافوا اعرفوا انه طلعوا واحد منهم محل نفس الشيء طلعوا الثالث الذي كان نفس الشيء ثم نطلعوا اربعة خمسين فالفرود اللي معه مو من النوع اللي بيقوس اكتر منه طلعوا فلما نشافهم اربعة خمسة تخبى وراء السقور فهو ما اقوص ما اقوص لانه عارف انه هني طالعين معه مصلاحهم اذا اقوص شخص هني دوني اقوصوا بده يروح فهو تخبى وراء السقور اقوصوا اقوصوا لا شك انه يكون تخبى فأقوصوا على السنسة كلها واقوصوا محل ما اقوصوا فهو اجعلوا شضايا من السقور اللي اتقوصه نفس كبير اقوصوا طالعين كبير لا يستطيع أن يوقف أولاً لا يستطيع أن يوقف ثانياً لا يستطيع أن يوقف لأنه إذا شاهدوا شخص أكيد أنهم يوقفون من هنا لعله أحداً مفضل لكن الأغلب هو دماغ الإنسان لا يسمحون أن يوقف صار يزحك ورس نزحك زحك على بطن قليلاً لا يستطيع أن يكون الدماغ نزحك صدفة بعد ما زحك زحك ودو في المعاد لا أحداً يجب في القرد هناك شخص من قرية قريبة لهذه المكان راكب على حمارة والسجارة من البعيد شاهد شخص مرمض القرد نزل على الحمارة إلى أحداً إلى أحداً طلعه من برمول من قرية قريبة علينا من نعرفها شخص شخص الحمار وعيدوا لهم تضيفوا على الحمار وضعوا ومسكوا وخدوا على مبينة حدناها ونحن ونحن ونعرف بعد كانوا بعض الشيوش العربية كانوا بعض الشيوش الغلدان العربية كلها كانوا بعض الشيوش المسلحة ورسلهم فهدول دخلوا وقوصوا بهذه الهواء من نحن اجينا ومشوا بالترتيب العسكري وقلت أنا في محاكمة ولكن عادوا من قبل أن يقاتلوا عادوا أنا سميتوا العبت السياسي جعلوا من قبل الرجع يعني سياسيا في الولان الرجع ورجعوا من دون ابتداد وطبعا أخينا أخذ صديقهم شعرا بعد جدين قالوا سمعت أنه بالبروة لسه في جيش تعالوا بوحا وراغوا يجبون وراغوا ومتجمين وراغوا طفلا وما في حدا من دولي أبدا أشخاص بس شاكوا كلهم عسكري عم بيروتون بدون يروفهم هل يظلوا يعني في منهم مافل معناه في كان صيد أو أشخاص ولكن أهل البلد معظمهم كانوا ميتين ولكن يبدوا أنه في منهم حربانين وراء وراء لهم حربانين فراح شاكوا أولا مافل مافل حدا وراء أم مافل لا مافل بس والولاحة والعساكل اللي بعضنا موجودين الصخاينة أو الصوب شيء أغنى الكلام جيد 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 كيف جيد كثير فبعدين غادر فلسطين بعدين غادر فلسطين غادر فلسطين اي سنة هون لحكمة طيب بس اللي كرجع ايلي في الموضوع الشاب اللي منعي لابون اللي وعد اما كيرجع رجع بعده ما رجع لعنده لليوم ولكن اجل عنده هذا بعد فترة انا كنت سلح مجرد شو مجتمع بالحلو هذا مو قادر يفتش على حياته نعم فضل هو بورا الناس وانتي عم بيور ضل وين ما ديروكو يلحم فوصل لجنون وبنا هنا فات على سوريا ولاقى انه اقرب مكان بالشماء بالشماء سوريا بالشماء انا طبعا كان صغير ولكن مرس سنين لانه انا شفته لانه يعني 19-20 تقريبا لانه لانه قليل قليل شوية ولكنه ليس هذا صغير معناته كل الوقت مفتش على التومات انا قاعدة وراءة طاودة عم بصول المصنطات شوف انه انا عمسية عادية قلت لك انه ما تبليت انه انه يجب عندي اعطيت لك هذا الشيء نعم ايه ف كان في اسماء انا وحبب المصنطات مشان اعرف انه علميني تقريبوني عم بابتحهم ممي ما شفت الا انا دقة عطا انا شوفت تكرت شيء انه احد اللاجم بس انتفت فضعت علي انا عرفته خد في اللعنة ففلتت اللي مجاهد هلأ قتن انهم فعلها قلت لي مجاهد فاشله فقالي انا مجاهد وانت اaval اiszت خدا وانت عرف خدا قال لي لعنى انا بعرف ممي catheters بس كانت ا flower يعني تناديتي يقرس بيني اسمي لانه علمينه أنا أميل بكثيري كنت موجودة بشكل جميل لما صارت الأحتاج ولكن ليش عرفت أنه أنت لأن أنك مساعدة والأكيد أنت عندك ساعدت ويقالوني أنه أنا لأنه عندما يخرج لا يخرج بشكل جميل هناك شخص يسأل مين مين يريدك فأنا كنت في غرفة فيها مدير المنطقة وفيها أنا مديرة الشؤون الاجتماعية وفيها مديرة التنويض ثلاثة أشخاص فأنا فأنا قالوا أنه سألوا مين فيه في هذه الغرفة يعني ما بدو يروح يفتش علي أنا بيقر وتصور أنه أنا لأني متققية أنا أشتغل يعني من عنده من ذكابي فأنا سألوا قالوا هناك شخص يسمى قالوا هكذا قالوا هكذا قالوا هكذا إن أشعر أنا أشعر حفظة محمد عندما قال أن أشعر أنه إنك أشعر هه فأنا ثلما مجاهد قالوا أنا لازلت مفتش من خلطي وماردت وظن إنتي كمان مفتشت يعني مفتشت كمان مفتشت لأنني أتركت على الورقة لأنني أتركت على الورقة لأنني أتركت على الورقة ويضح نفسي لكنني أتركت لأنني أتركت أبنى الميزان تحت الشجرة كان نادي صوت على أسماء بأعلى صوته بأن بلدي أريد هي أنني أckابك تكون موجودة كم من ذلك عن الحالة أي ورثلوا إنه مبتابة نحن سؤال في أشخاص سؤال الميا سؤال أنا من بلد لا أعلم ممكن من نحل من القرية من القرية ممكن أن نزدها بعدين هذا من العلوم من مجال ثم الثاني هناك شخص يسمى أبو خليل ومعتله ثلاثة أولاد أكيد أبو خليل من العلوم نعم ومعتله ثلاثة أولاد طالع نعم لجعل شاف شخص في القرية قاعد وانا صخت متخبط اللي قاعد فكر انه جاي اليهود موصلين لهم وجايين يرسلون فتخبت هو كان قاعد عودي عنه نزل حاله وراه فاجأ او خلي لما شابي انه ماشي بجيت عنده قال صرحت يعاني وقال له شابت عربي اللي حاكيه قال له مين انت؟ ليش هيك نايم؟ يعني حكى بالعربي قال له انت فلسطيني قال له فلسطين قاعد سعادة قال له شو عم تعملهم بالشخص اللي قاعد قال له انا ضياغت ابلادي هذا غير من جاه شو اسمه؟ قال له اسم سعج قال له ليش اني ضياغت ابلادي الا متألم لكن انا ضياغت ابلادي بجر وقال له وقال له وصارت ابلادي بجيت بجيت فقال له انا متألم يعني كله مشي انا متألم زاعدتي رح تروح لأول قلب بدك تروحهم وممكن توصل قد جديد فبتت شلي عليهم وقال له اسمعي فأبو خليل لما تراح ابو خليل يجع خير على خلق ووقف بشري ووقف كبير وانا متألم ورح ابلاد فيه فدائلة الدنيا وارد ونحن وقال له ونفر كيف comparison لم اهرب 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 مدن فكان قريبا هذا كان قريبا راهبوا قريبا قالوا فيه كيس معي حطيت فيه المطاري اللي عندي يعني همي كلهم كانوا يطلعوا مريبي هذا ما في المطاري لأنهم ستعطيهم بسرع بسرع قالوا باخذي الفيوس وإذا لأيته يلادي سأعطيهم الفيوس فأخذ أبو خليل الفيوس إن شاء الله غلائي ويعطيهم الفيوس فراح أبو خليل على المطار على حلاق بس شجح ذلك راح على المطاري أنا حلاق أو أنا أو تصبح مصدرًا المصدر تصبح مصدرًا مصدرًا تصبح مصدرًا مجهة بعد ما إجاد عندي وقال لي تبتش على أخذته وقال له أنا قريب تبتش عليها تعال معي أخذته أنا في غرفة غرفة عند الناس أنا الأخذ السماشة أنا أخذتك هل تبتش؟ آن؟ أخذتك أنا أخذتك أنا أخذتك عن أبو خليلًا أنا أخذتك أخذتك يجينا على مجاهد أبخري الله عني اي طبعا يجينا على مجاهد بعدين يجينا على مجاهد فرتبوا للمجاهد بما تعايد للمجاهد و بعدين يجينا على مجاهد لقد أتيت إلى المنطقة أنا لم أكن أردت لدي عائلة في الشارع اسمي المياه في حلب والإغاثة في حالم اسمها الجميلية السادون التكريس نعم فأنا لم أكن أردت لدي عائلة عن الناس رجل والزوج وفيه تطلع على درجة مثل كيف أقول بيوتة عندنا القديمة فيه درجة وفوق فيه غرفتين بألف عظيم فيه هون سبع ممرضات جايين من الشارع يعني هذا الموسمة سورية يعني نعم ممرضات بدوني تعلم التنجيط فأنا ما أخبره وفيه غرفتين وفيه غرفتين وفيه غرفتين وفيه غرفتين كمان هرب هرب نعم يعني أعجلنا في المنام أنا يعني منا ينتظرين فأنا أتجاه ليلا فأنا أعلم نعم فأنا أعلم جوز لام شوري وبعدين فأنا أعلم لا أعلم ليس كنت فأنا أعلم فأنا أعلم فأنا أعلم هذا الشغل مع ما تريد أن تريد شغل لقيته أخده وأخوه هل تريد أن يرد أن يرد أن أعلم فأنا أعلم لقيتهم المهم جمعتهم مع سوا وأبو خليل أبو خليل أولاد الساعد تبينوا إبو حد ذلك كلهم تردو طبعاً يعني بدأت تجهز بهذا الموضوع طبعاً أنا في إلي مشاعدين يعني إلي أمالك رايحتم أنا المقصود برضو أن يعرض رايحة على المحطدة كلها لا أنا قصدي أنه متوفر القناعة والإيمان بأهمية المشاعد لذلك أنت وجدت إيهم طبعاً ما هو مجاهد الآن؟ مجاهد مجاهد آخر شيء طبعاً لما لقاهم قلت أني أنا هداتي مساعد مجاهد أخذ أخوته وقلت له أنا أستأشر لك أنا على حساب الوكالي أرثي أنا 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 أن يكون أص pumped أنا أنا أصحنا أنا أطبع أفوته أريباً وعلى جنوب لبنان يعني نتعلم كمانين دائما جدا هريبي جدا وبعد ذلك أعمل الشيء يعني يبعد ذهني وفعله في هريبي وفدائيين اللي ماد اللي مدورهم بقد كم واحد عشان الله في فترة في الباقيين في إيه مكان اللي أنا هل تعرفت إنه في مكان هريبي مراحب صلت 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 مجاه الترك حلب وراح إلى جنوب لبنان هو أخته وأخوه والده والده كانوا أجل من أتبت فلبا يبايع اليهود الصهيم طيب سعد انت كيف تعرفت عليه سعد لأنه سعد كان شافه أبو خليل شافه أبو خليل في السعد كنت بالإقناء إيجا سعد وأبو خليل إيجا أبو خليل ما إجا سعد ما إجا سعد وجدتهم في حلب ولا في القنطرة وجدتهم في القنطرة أبو خليل كان سياحة أبو خليل أبو خليل بيته لا شو كان مصير لأنه ممكن طيب طيب سمحينا نأخذ استراحة بالأول نتابع حالك إن شاء الله